موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بالمتابعين الكرام في هذه المداخلة والتي سوف أجيب فيها عن سؤال وصلنا كثيرا من المتابعين الكرام وهو هل ستعتذر فرنسا عن احتلالها في الجزائر؟ أخر التطورات تتمثل في أن المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا قدم ملفا أو تقريرا حول قضية الذاكرة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والإعلام الفرنسي يتداول من أن فرنسا لا يمكن أن تعتذر ولن تعتذر بل أنها ربما تتخذ بعض الخطوات الرمزية تجاه ملف الذاكرة يجب أن نفهم شيء أنه لا يمكن أن يعتذر القوي للضعيف حتى لو كان بالأمس قد هزمه الجزائر الآن في مرحلة ضعف من كل النواحي الناحية السياسية الجزائر ضعيفة الناحية الاجتماعية ضعيفة الناحية الاقتصادية ضعيفة حتى الناحية العسكرية ضعيفة أيضا تحيط بها تحديات من كل جانب على حدودها انفجارات وأوضاع سيئة فرنسا تتواجد عسكريا في منطقة الساحل والصحراء وتتواجد استخباراتيا وغير ذلك في ليبيا كيف ننتظر أن تعتذر فرنسا الجزائر؟ مستعمر الأمس عندما يعتذر عندما يجد نفسه في موضع ضعف والطرف الآخر في موضع قوة عندما يضغط عليه الطرف الآخر بملفات يمتلكها بين يديه في هذه الحالة يجبر على الاعتذار من أجل الحفاظ على مصالحه السؤال هل هناك السلطات الجزائرية تعمل من أجل هذا الملف؟ ملف اعتذار والضغط على الاستعمار الفرنسي وجرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر يستعمل فقط من طرف المسؤولين من أجل مخادعة الجزائريين والعبث واللعب على مشاعر فقط ومن يقول لكم غير ذلك فهو كذب ما فعله النظام الجزائري ما بعد الاستقلال وخاصة في المراحل الأخيرة أسوأ مما قام به المستعمر الفرنسي وهذا ليس دفاعا عن المستعمر أبدا جرائم فرنسا في الجزائر يندلها الجبيل ومن المفروض أن فرنسا تعوض للجزائريين ولكن للأسف هذا الملف أغلقوه سياسيا بمعاهدات واتفاقيات ومفاوضات إيفيان وغيرها فضلا عن اتفاقيات الأمنية السرية غير المعلنة مع الجانب الفرنسي ويجي اليوم يحدثك وأن النعمل وأن الرئيس الجمهورية راه شكل مستشار مكلف بملف الذاكرة كلها ضحك على الضخور لا يضحك عليكم أيها الجزائريون متى تستبشر خيرا وتفكر بأن المستعمر قد يعتذر للجزائر عندما تشاهدون المسؤولين الموجودين في الجزائر لا يتنافسون على إقاماتهم في فرنسا لا يرسلون أبناءهم إلى فرنسا لا يحاولوا أن يضمنوا مستقبل أبناءهم في فرنسا حينها ممكن أن تفكر بأنه هناك قد يجري العمل من أجل أن تعترف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر لكن أن نرى العكس تماما المسؤولين على مدار سنوات وهم يهربون أموالهم إلى فرنسا يشترون الممتلكات والعقارات في فرنسا أبناءهم يرسلونهم من أجل أن يأخذوا الإقامات ويتزوجوا وبينهم أن يأخذوا حتى الجنسية الفرنسية كل ذلك يحدث في وضح النهار لا أقول ذلك معناه أنني أطعن في كل من يتواجد على التراب الفرنسي لا ليس هذا منطق أنا أتكلم عن المسؤولين أما عوام الناس فهو حر يذهب إلى أي مكان إذا سقطه أقداره وجلهنا في فرنسا ورقى خدمة على روح والله يسهل عليه هذا شغل أن نتكلم على الذين يزايدون ويتاجرون بهذا بلاه في المنطلق يقولون بأننا هزمنا الاستعمار الفرنسي وحررنا بلادنا بقوة السلاح وفي نفس الوقت يطلب الاعتذار أنا أعتقد بأن لهزمجها ما يروح المهزو يطلب من المهزوم الاعتذار إلا إذا أفرغ مما يجب أن يفعل ولم يعد له ما يقدمه إلى شعبه ودولته فيستغل هذا الملف وربما يوما ما فرنسا كتشوف عندها مصالح وراء اعتذار معين وربما تقدم لهم بعض الخطوات الرمزية فقط لخدمة هذا النظام القائم فقط فرنسا لا يمكن أن تعتذر يا جماعة فرنسا إذا اعتذرت للجزائر على فطر استعمارها راه دول في أفريقيا استعمرتها الاستعمار الفرنسي راه مص القرى الإفريقية معناها رايح يثلولها كل الدول ويطالبوا بالاعتذار بعد الاعتذار يطالبوا بالتعويضات لا يمكن أنها تفتح أبواب الجاحيم على نفسها يجب أن نكون شوية منطقيين وأيضا لا تملك الجزائر أوراق ضغط حتى تضغط على فرنسا حتى تعتذرها هذه الحقيقة الأخرى فرنسا لو غدوة هذم المسؤولين يحاولوا يضغطوا عليهم ومنها المؤسسة العسكرية تروح تحرك لكم منظمات حقوقية في مسائل ما حدث خلال التسعينات مثلا راهم هما يولي حوسوا يعتذروا هذه الحقيقة أنا أقول هالكم الدولة تكون قوية وقتها تكون باش تتحقق الاعتذار من طرف الإظلامها لما تكون في وضع قوي فتفرض نفسها محصنة القوة هفاش ليس قوة عسكرية تكون عندها قوة اقتصادية قوة سياسية شرعية النظام في الداخل الشعب مع النظام هذا ليست لديه ملفات حقوق الإنسان وما إلى ذلك من هذه الأمور ولكن أنه يأتي الآن ويجي ويبرد عن ناس كما يقولوا بهذه الشعارات باش يمرر أزندات سياسية فقط فهو كلام فارغ بالمختصر المفيد إخواني الكرام أن التطورات ما يتم تدوله إعلام الآن أنه فرنسا لن تعتذر الجزائر وهذا هو المتوقع وهذا هو المعروف بل أن الجزائر أصلاً لم تعمل بصفتنا رسمية من أجل المطالبة بالاعتذار هذا كلام فقط أنت صالونات أنت وزارة المجاهدين أنت عجبها تتحريف المناسبة الانتخابية هي تفوت الانتخابات وتستقر الأمور هم عايش يتكلموا هذا الملف أدنى عمل من أجل أنه فرنسا تعتذل الجزائر رهم يكذبوا عليكم أيها الجزائر لا يعملوا هذه كلها أمور شكلية فقط ملف الذاكرة ومعالجتها عبد المجيد الشيخي مستشار في رئيس الجمهورية المكلف بالعرشيف الوطني وملف الذاكرة قال بأنه هناك سوء نية لدى الطرف الفرنسي هذه آخر تصريحات لي لأنه واضح أن فرنسا لن تعتذر ما كانش حتى ورقة تستفيدها فرنسا حتى تعتذر هذه الحقيقة لأيش يكذبوا على الناس بأي شيء انطلقت الجزائر على فرنسا حتى تجبرها على الاعتذار هاي يقولوا لي لا يوجد شيء بل أنه النظام الجزائري هو اللي صار في حاجة إلى الشرعية والحماية تمنح له من الدوائر الفرنسية هذا هو الواقع عندما طالب الجزائريون بمرحلة انتقالية واش حتى خونوهم في وسائل إعلام وحرضوا عليهم الجيوش الإلكترونية والرفض الأحزاب وتندد ومش نعارف واش يجي رئيس فرنسا مرتين يتحدث عن مرحلة انتقالية في مارس 2019 تحدث عن فطرة انتقالية وقال يجب أن تكون فطرة انتقالية معقولة ومؤخرا أيضا تحدث عن فطرة انتقالية لما حيا تبونوا شجاعته وما إلى ذلك واللحظة هذه لم تكشف الأوراق الشجاعة التي تحدثوا عليها واعتقد أن التعلق بوضعه الصحي وبما هو عليه من أحوال صحية وقد تتخذ قرارات لاحقا تكشف حقيقة هذه التصريحات ولا حد رد عليه أعطوني مسؤول جزائري قال للرئيس الفرنسي أسكت ما عندك حتى دخل في الشأن الجزائري هذا شأن داخل الجزائري بل أنه وزير وزير الخارجية راح هناك للجزائر واستقبل وتبون وبعد ما خرج راح يبارك في الدستور شأن داخل بحر الإليزي هو الذي يتحكم في دولي بالدولة الجزائرية ما يكذب عليكم أيها الجزائريون راهم فقط يخدروا فيكم بهذه الشعارات ويخدروا فيكم حتى تظنوا خيرا بهذا النظام هذا النظام لا يمكن أن يعادي فرنسا هو أصل يعيش تحت حماية اللوبيهات الفرنسية هو أصل يستمد شرعيته ومن فرنسا هو أصلا لا يمكن أن يتجرع على شيء من دون إعازات من فرنسا هذه الحقيقة ملفة حقوق الإنسان اللي بعالقة في راقبة النظام هذا لو غدوة حركها فرنسا في دوائر كثيرة والله يتزعز المرة الوحيدة اللي غرد فيها النظام الجزائري خارب سرب فرنسا بعمل فطرة القيد صالح هذه الحقيقة ليست مديحة للقيد صالح ولا غيره هذه حقيقة في تلك الفطرة غرد نظام الجزائري خارج سرب للإليزي وحادثت أزمات كبيرة في العلاقات بين البلدين ولكن أين انتهى الأمر مصر للقيد صالح وتعرفوه وفرنسا عادت بقوة إلى المشهد الجزائري لذلك إخواني لم يفاجئني ما ينشره الإعلام الفرنسي من أن فرنسا لن تعتذر قد تتخذ إشياء رمزية تتعلق بالذاكرة أو تقديس أشياء هكذا يختار يوم يسموه يوذاكرة الجزائر كذا بل أن الإعلام الفرنسي تحدث عن حرب الجزائر ولم يقل عن الاستعمار الفرنسي للجزائر إذن لا تكذبوا عن الجزائرية لا تصدق أيها الجزائريون أن النظام يعمل من أجل أن يفرض على فرنسا الاعتذار أبدا لا يمكنها أن يخرج عن هذا الأمر وعن اللعبة التي ترسم له من طرف الإليزي نفوذ الفرنسي في إفريقيا بلغ مداه وألجى في الجزائر أيضا بلغ مستوى لا يمكن تصوره لذلك أنا في اعتقاد يومي خلال التحليل ليس دفاعا على فرنسا ولا أي شيء فرنسا تتحمل مسؤولية جرائم كبيرة وإبادة وتعرضت لها الجزائر على مدار 132 سنة من الاستعمار والاحتلال الغاسم الذي استهدف الهوية واستهدف القيم واستهدف الإنسان واستهدف كل شيء هذه حقيقة ولكن فرنسا متغطرسة فرنسا عندها الكبرياء عندها الغرور السياسي والديبلوماسي والعسكري ولا يمكن أبدا في ظل هذه الحالة النفسية التي لا زالت تنظر إلى الجزائر كأنها فردوس مفقود مستعمرة تحت وصايتها لا يمكن أبدا أن تلجأ وتعتذر من أجل أن لا شيء في ظل نظام هو أصلا يعيش تحت أقدام الإنسان هذه فقط نقطة أردت أن أثيرها إن شاء الله ألقاكم في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله وبركاته اشتركوا في القناة